بوجه رسالة شكر للسيد رئيس الجمهورية السيدة عبدالفتاح السيسي على المشروعات القومية الحديثة اللي بدأ تتنفس في عهده في ظل الجمهورية الجديدة ومن ضمنها طبعاً أنا بتكلم عن نفسي كابن من أبناء محافظة أسيوت مشروع الصرف الصحي في مركز زيروت اللي أنا تابع ليه والمشروع الصرف الصحي ده كان أصلاً موجوف من سنة 97 ودخل حاجة تنفيذ بعهد السيدة الرئيس فأنا بوجه رسالة شكر على مشروعات حياة كريمة اللي فيها بتشمل حاجات كتيرة جداً في المواصلات الكباري في شمكة الاتصالات في المدارس في مركز الشباب كل المشروعات حاجات ملموسة اللي مسنها في الواقع وأنا تاني وتالت بوجه رسالة شكر على كل اللي عملوا في عهده وربنا يزيه خيراً عننا وعن الشعب المصري كله فأنا بتكلم بينما عن الشعب المصري وعن شعب دولوت خاصةً وشعب أسيوت بالصفة عامة محافظة أسيوت فالشكر كل الشكر لسيدة رئيس عبدالفتاح السيسي على ما قام به من جهد كبير في التنفيذ أو بمعنى أصح توفير حياة كريمة للمواطن المصري بحدود الدقاء والفقير عشان يحس بالتغيير في عهد السيادة الرئيس السيادة الرئيس